بنفكر النجب النتائج اللي اتلعبت النهاردة في الممتاز بسريعا قبل ما نروح لعلاء حمام ضمطة هزم على ملعبه من السويس 2-0 بورتو يفوز فوزا غاليا بقيادة أسامة نبيه اللي أنا بحيي جدا 1-0 على القناة ويتقدم خطوة وده منافس قوي للقمة القناة كنون يهزم منافس فده يعني شيء معزرة بورتو دزدت أسامة نبيها آسف بورتو يعتلي الصدارة بعد فوزه على القناة وده فوز مهم جدا 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 وبحيي فريق بورتو لان بالفوز ده تصدر المجموعة بترويجيت 0-0 مع الدخلية السكة القديدة 2-0 على الزرقة الترسانة 0 على جمهوريت شبين كل 3-1 على سرسل ريان النجوم 1-1 مع النصر والمريخ 1-1 مع زد طبعا المريخ تعدل على أرضه وكابتن أسامة نبيه يعني أنا بعتبر برض المريخ من الفرق اللي بتنافس ودي نتيجة إلى حد ما طيبة بالنسبة لزدت خارج ملعبه في هذه المجموعة بيتصدر المجموعة بيتصدرها اللابورتو بعد فوزه على القناة النهاردة ب 16 نقطة منتخب السويسر 14 الدخلية 13 زدت 13 في المركز الرابع الدنيا مولاعة هنا بدءا من الخامس 12 نقطة المريخ 11 نقطة سرسل ليان 11 الدرسانة 10 كوكولة 10 الناصر 9 في المركز 10 النجوم 8 في المركز 11 الزرقة 8 في المركز 12 السك الحديد 7 في المركز 13 القناة في المركز 13 سوري القناة في المركز 13 7 نقطة السك الحديد برضي 7 نقط لكن في المركز 14 وجمهوريت شبين في المركز 15 للأسف لا يريق مش بين 7 نقطة وطمط الأخير 6 نقاط للأسف الشديد كمان الجمعة اتلقى بمباراة المجموعة الثالثة دي كرنس صفر فرق واحد طبعا مباراة لصالح فرقه على أرض كرنس الأوليمبي 2-2 مع المنصورة كانت القمة أبو إيرو الحمام 1-1 ده منهور والرجاء 1-1 حرس الحدود 2-0 على بيلا الجزيرة 1-0 على بني عبيد المالية 2-1 على سبورتنج كفر الشيخ وبدالية المحلة مؤجل برضي الهوات الممتاز باعة كما نزعلش الناس خاصة للمغتربين أبو إيرو الأسمدة في المركز الأول 15-0 حرس الحدود 14-0 الأوليمبي 13-0 مالية المحلة 14-0 مالية كفر الزيات 10-0 دي كرنس 6-9 الجزيرة 7-9 فرقه 8-8 المنصورة 9-8 سبورتنج 10-8 كفر الشيخ 11-7 ده منهور في المركز الـ 12-7 بني عبيد في المركز الـ 13-5 وبينا في المركز الـ 14-5 والرجاء في المركز الـ 15-4 وأخيرا الحمام وهذا لا يليق بيه في المركز الأخير أربع نقاط الحمام بيمشي على سطر ويفورت سطر يعني سنة تلاقي مكسر الدنيا وسنة تلاقي الدنيا واقع منه تماما ده بس حابة أجيب لكم الموضوع ده اشتركوا في القناة